أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بالمبادرة السعودية الأمريكية لبدء المحادثات الأولية في مدينة جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة للتواصل إلى وقف العمليات العسكرية وإنهاء الصراع بوساطة خيرة من المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ودعم وتأييد من مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية ممثلة في بعثة الأمم المتحدة يونيتامس والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين لجميع الأطراف في جمهورية السودان الشقيقة إلى تغليب الحكمة والالتزام الجاد بوقف إراقة الدماء وتوفير الحماية للمدنيين والدبلوماسيين وتسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة واستكبال الاتفاق الإطاري السياسي وصولا إلى اتفاق نهائي يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار والتقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي ترجمة نانسي قنقر